أحبائي الطلباء أعزائي الأولياء والأساتذة السلام عليكم اليوم أحبائي سنأخذ معا فرض الفصل الأول في مادة العلوم الطبيعية للسنة أولى متوسط إذن بسم الله نبدأ الوضعية رقم واحد الأغذية التي نتناولها تتكون من عدة أغذية بسيطة ولمعرفة مكوناتها نستخدم طرقا للكشف عنها أكمل الجدول التالي مبينا الكاشف أو العنصر الغذائي المراد الكشف عنه أو اللون الناتج عن التفاعل إذن هنا عندنا جدول يتكون من ثلاث خانات في الخانة الأولى عندنا المادة الغذائية التي سنكشف عنها هنا عندنا الكاشف أو طريقة الكشف يعني المادة التي نستعملها لنكشف عن المادة الغذائية وهنا عندنا الملاحظة إذن أو الاستنتاج ماذا نستنتج عندنا أولا السقريات البسيطة ككاشف نستعمل هنا الكاشف زائد تسخين إذن ما هي الملاحظة؟ اثنان هنا عندنا المادة الغذائية محذوفة عندنا الكاشف قطعة زبدة زائد حك على ورقة بيضاء ثم نضع الملاحظة ثالثا عندنا نفس الشيء هنا أيضا المادة الغذائية محذوفة نضيف حمض الأزوت زائد قشدة الحليب إذن ماذا نراحظ؟ وفي الأخير عندنا أملاح الكلور أملاح الكلور ماذا نضع ككاشف؟ ثم عندنا كملاحظة راسب أبيض يسود في الضوء راسب أبيض يسود في الضوء إذن سنكمل هذا الجدول الإجابة هي كالتالي عندنا المادة الغذائية الأولى هي السكريات البسيطة السكريات البسيطة ككاشف نضع محلول فيه لنك ألف زائد ب زائد التسخين يعني الحرارة التسخين الملاحظة نستنتج أو نلاحظه لون أحمر أجوري لون أحمر أجوري أعيد بسرعة السكرية البسيطة الكاشف محلول فيه لنك ألف زائد ب زائد التسخين النتيجة لون أحمر أجوري ثانيا الدسم الكاشف نضع قطعة زبدة زائد الحك على ورقة بيضة إذن نحك قطعة زبدة على ورقة بيضة النتيجة أو الملاحظة بقعة زيتية لا تزول بالحرارة بقعة زيتية لا تزول بالحرارة لأن مثلا الماء عندما نضعه على الحرارة يجف ثم تزول هذه بقعة الماء لكن البقعة الزيتية للزبدة لا تزول بالحرارة لأنها عبارة عن دوسون ثالثا البروتين كيف نكشف مادة البروتين الكاشف حمض الآزود زائد قشدة الحليب حمض الآزود زائد قشدة الحليب نستنتجه أو يظهر لنا لون أصفر لون أصفر رابعا أملاح الكلور كيف نكشف عن أملاح الكلور نكشف عن أملاح الكلور بواسطة نطرات الفضة نطرات الفضة الملاحظة راسب أبيض يسود عند الضوء راسب أبيض يسود عند الضوء الوضعية رقم 2 تعد البطاطا من أكثر الأغذية استهلاكا في مجتمعنا يعني في الجزائر المجتمع الجزائري يستهلك البطاطا كثيرا وإن الإفراط في استهلاكها يؤدي إلى ظهور أمراض كثيرة من بينها السمنة وذلك لاحتواء البطاطا على أحد المكونات التي يمكن الكشف عنه بالتجربة الموضحة في الوثيقة واحد يعني في هذه الوثيقة المطلوب اعتمادا على السندات الموجودة صنف البطاطا حسب أصلها ومصدرها إذن ما هو أصل البطاطا وما هو مصدرها درسنا مع أحبائي أنواع أصول الأغذية قلنا أن هناك ثلاث أنواع أصل نباتي أصل حيواني وأصل معدني أو طبيعي إذن أعيد هناك ثلاث أصول إما نباتي أو حيواني أو معدني المصادر هناك نوعان مصدر عضوي ومصدر معدني مصدر عضوي ومصدر معدني إذن ما هو أصل البطاطا وما هو مصدرها البطاطا مصدرها عضوي مصدرها عضوي وأصلها نباتي أعيد البطاطا مصدرها عضوي وأصلها نباتي ثانيا ما المكون الغذائي الذي نريد الكشف عنه ما هو المكون الغذائي الذي نريد الكشف عنه في هذه الوثقة هنا عندنا قطعة البطاطا أضفنا عليها قطرات ماء اليود إذن قطعة بطاطا أضفنا عليها قطرات ماء ليود ما هو المكون الغذائي الذي نريد الكشف عنه في هذه التجربة؟ والإجابة هي كالآتي المكون الغذائي الذي نريد الكشف عنه هو النشاء يعني السقريات المكون الغذائي الذي نريد الكشف عنه هو النشاء مادة النشاء ثالثا ما هو اللون الناتج بعد القيام بالتجربة؟ ما هو اللون الذي نستنتجه بعد القيام بهذه التجربة؟ اللون الناتج بعد القيام بالتجربة هو أزرق بنفسجي إذن نتحصل على اللون الأزرق البنفسجي وضعية رقم ثلاثة تناول محمد وجبة غذائية تتكون من طبق ماكرونا بالجبن مع قطعة دجاج محمر سلط بها طماطم وزيتون مع حبة تفاح وكأس ماء معدني 1- حدد مصدر وأصل كل من إذن كل هذه الأغذية يجب أن نبحث عن أصلها ومصدرها عندنا هنا الغذاء الأصل والمصدر أولا عندنا المعكارونة الدجاج الجبن الماء ثم الزيتون إذن المعكارونة ما هو أصلها؟ قلنا أن هناك ثلاث أنواع من الأصل للأغذية عندنا نباتي حيواني ومعدني أما المصدر فعندنا نوعان مصدر عضوي ومصدر معدني المعكارونة ما هو أصلها؟ جيد المعكارونة نصنعها من القمح والقمح أصله نبات إذن الأصل هنا نباتي المصدر عضوي المصدر عضوي الدجاج ما هو أصل الدجاج؟ جيد أصل الدجاج حيواني إذن الدجاج هو حيوان إذن الأصل حيواني المصدر عضوي أيضا الجبن من أين نأتي بالجبن؟ نأتي بالجبن من حليب من الحليب يعني حليب الماعز أو حليب البقر إذن الجبن من أصل حيواني أيضا والمصدر عضوي الماء الماء من أصل جيد من أصل معدني أما المصدر فهو معدني هذه المرة إذن الماء من أصل معدني والمصدر معدني أيضا الزيتون نأتي به من النبات فهو نباتي والمصدر جيد المصدر عضوي وعندنا هنا الإجابة سأعيد قراءتها الماكرونة الأصل نباتي المصدر عضوي الدجاج الأصل حيواني المصدر عضوي الجبن الأصل حيواني والمصدر عضوي الماء من أصل معدني أو طبيعي والمصدر معدني أما الزيتون فهو من أصل نباتي والمصدر عضوي الجزء الثاني والأخير عرف الغذاء المركب البسيط والكامل عرف الغذاء المركب والغذاء البسيط ثم الغذاء الكامل دعم إجابتك بأمثلة لكل غذاء إذن دعم إجابتك بأمثلة لكل غذاء إذن ما هو تعريف الغذاء المركب؟ تعريف الغذاء المركب هو الغذاء الذي يحتوي على عنصرين غذائيين أو أكثر مثل البطاطا هنا عندنا مثال البطاطا ثانيا تعريف الغذاء البسيط الغذاء البسيط هو الغذاء الذي يحتوي على عنصر غذائي واحد عنصر غذائي واحد لذلك نسميه بسيط لأنه غير مركب مثل السكر تعريف الغذاء الكامل هو الغذاء الذي يحتوي على جميع العناصر الغذائية إذن نسميه كامل لأنه يحتوي على جميع العناصر الغذائية مثل الحليب أعيد بسرعة تعريف الغذاء المركب هو الغذاء الذي يحتوي على عنصرين غذائيين أو أكثر مثل البطاطا تعريف الغذاء البسيط هو الغذاء الذي يحتوي على عنصر غذائي واحد مثل السكر تعريف الغذاء الكامل هو الغذاء الذي يحتوي على جميع العناصر الغذائية مثل الحليب وبهذا أحبائي نكون قد أنهينا فيديو اليوم إلى لقاء قريب في فيديو مقبل بإذن الله سلام